اهلا بكم في حصة مغاربية في طار مساعي تحقيق التوافق عقد مجلس النواب الليبي جلسة لمناقشة مخرجات لجنة 6 زائد 6 الخاصة بقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل تعليقها للثلفاء ومن المقرر ان تستكمل المناقشات داخل المجلس بشأن قانون انتخاب الرئيس خاصة في ظل المطالبات باجراء بعض التعديلات هذا وقد جدد المبعوث الومامي عبدالله باتلي مطالبته للاطراف الليبية لحسم خلافاتها بشأن قوانين الانتخابات استعدادا لاجرائها في اقرب وقت وصدعوات اممية للاطراف في ليبيا لحسم الخلافات على قوانين الاستحقاقات الانتخابية وتحريك المياه الراكدة في العملية السياسية جاءت جلسة مجلس النواب لمناقشة مخرجات لجنة 6 زائد 6 الخاصة بقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومن المقرر ان تستكمل المناقشات داخل المجلس الثلاثاء بشأن قانون انتخاب الرئيس خاصة في ظل المطالبات باجراء بعض التعديلات وشكل مشروع قانون انتخاب الرئيس والبرلمان وشرط الترشح للرئاسة محل خلاف حيث اتفقت لجنة 6 زائد 6 على سماح لمزدوجي الجنسية بخوض غمار سباق الرئاسة في الجولة الاولى على ان يقدم المرشح ما يفيد بالتنازل عن جنسيته الاجنبية للدخول في الجولة الثانية وبخصوص ترشح العسكريين ينص مشروع القانون على ان المرشح يعد مستقيلا من منصبه بقوة القانون بعد قابول ترشحه سواء كان مدنيا او عسكريا وفي صياق متوازن دع المبعوث الاممي الى ليبيا عبدالله باتيلي الاطراف الليبية لحسم خلافاتها بشأن القوانين الانتخابية استعدادا لاجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في اقرب وقت ممكن ويرى المبعوث الاممي ان هناك بعض البند المقترحة في قوانين الانتخابات قد تكون نواتا لخلق صراعات سياسية مؤكدا ضرورة تحقيق التوافق وتأتي جلسة مجلس النواب بعد يوم من انتخاب محمد تكالة رئيسا جديدا للمجلس الاعلى للدولة وهو ما اثر تقوفات من تراجعه عن التوافقات مع مجلس النواب وان اكد اعضاء في المجلسين على حرص الطرفين على التواصل والسكمال ما تحقق من تفاهمات بشأن خارطة الطريقة ينضم الينا ضيفان من بنغازي فتحي عبد الكريم المريمي المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي اهلا بك سيدي ومن القاهرة ورحب الدكتور سعد العكر استاذ القانون الدولي اهلا بك دكتور على شاشة الغد ابدأ معك استاذ المريمي مجلس النواب الليبي عقد جلسة اليوم لمناقشة مخرجات لجنة ستة زائد ستة وبعدها تم التعليق الجلسة الى يوم الثلاثاء بداية من الذي تم مناقشته قبل هذا التعليق ولماذا علقت للغد وهنا توقع ايضا تمديدا او تأجيلا اخر في الفترة المقبلة نظرا للمستجدات الطارئة مرحبا اهلا وسهلا بي سيدة الكريمة وبالسيدة الدكتور سعد العكر وبالسادة والسيدات مشاهدي قناتكم المؤقرة طبعا ما حدث في جلسة اليوم طبعا اول ما تم نقاشها هو قضية فقد المواطنة الليبية برنية التي هي من مدينة العجلات وفقدت في الحرم المكي بالمملكة العربية السعودية حيث طارب اعضاء مجلس النواب ورئاسة مجلس النواب السلطات السعودية بضرورة تكثيف البحث واعطاء موقف رسمي حول المواطنة الليبية المفقودة في السعودية كذلك تم مناقشة وضعية ميناء الخمس والذي صدر فيه المدعي العسكري في المنطقة الغربية بتوسعته وليكون ميناء عسكريا حيث رفض مجلس النواب هذا الامر واعتبر ان هذا الاجراء ليس من اقتصاص المدعي العسكري وطالب للمجلس الرئاسي بالتدخر لانهاء هذه الاشكالية على احتبار ان هذا الميناء هو ميناء مدني حسب يعني مطالبات اهلنا في الخمس وكذلك اعضاء مجلس النواب اليوم في هذه الجلسة ثم بعد ذلك تطرقوا الى مخرجات لجنة 6 زي 6 حول القوانين الانتخابية الخاصة بانتخاب رئيس للدولة الليبية ومجلس امه في ليبيا بداية بدأوا بتلاوت المواد القانون والتي عددها حوالي 87 مادة تم تلاوتها من قبل الرئاسة على اعضاء مجلس النواب واخذت وقتا ومن اجل ان يتم دراسة ما ورد في هذه المواد الموجودة في هذا القانون اعطيت فرصة للسادة النواب حتى يوم غد اللي تستأنى في الجلسة من جديد ومناقشة هذا القانون وهو قانون انتخاب رئيس للدولة الليبية وعند الانتهاء مننا سينقشون قانون انتخاب مجلس امه للدولة الليبية تمام شكرا جزيلا لك دكتور سعد العكر نتحدث كما قال السيدة المريمي عن 87 مادة في قانون الانتخابات الجديد اهم النقاط الخلافية بشأن مشروع قانون انتخاب الرئيس واهم التعديلات المطلوبة من وجهة نظر النواب يعني نتحدث عن نواب مجلس النواب او الاعضاء في المجلس الاعلى للدولة نعم كل التحية لك استاذ سيهام ولي ضيفك المستشار فاتح المريمي الخلاف على او ابرز النقاط الخلافية لقانون الانتخابات خاصة الرئاسية يتمثل في يعني شروط ترشح او من يتقدم للرئاسة وللأسف في ليبيا هناك من يريد تفصيل بعض الشروط على شخوص بعينهم وهؤلاء الشخوص من ناحية لديهم شعبية ولديهم تأثير في الشارع ومن ناحية اخرى لديهم قوى عسكرية فحسب وجهة نظري ابرز النقاط الخلافية التي نراها هو مسألة الحمل اكثر من جنسية جنسيتين وكذلك منصب القائد العام هناك الكثير يرى بان يمنع اطلاقا ترشح من يحمل جنسيتين انا على الصعيد الشخصي اؤيد بان كل ليبي يجب ان يتنازل عن جنسيته الثانية اذا ما اراد ان يتقلد وظيفة سيادية ما بالك منصب رئاسي لكن حسب الظروف الموجودة حاليا وضع شرط لكي نتخلص من كافة الاطراف التي ان لم ترضيها ستعطل الانتخابات يسمح للمترشح الذي يحمل جنسيتين ويترك الامر للليبيين وفي الجولة الثانية يمنع من التقدم للجولة الثانية لكن هذه الخلافات التي كانت من البداية سؤالي كان بخصوص ما هي اهم النقاط التي لا تزال عالقة يعني موضوع قانون الانتخابات هذا اخذ وقتا طويلا والان تغيرت رئاسة مجلس الاعلى لماذا لا تزال لغاية الآن من غير حل لغاية اليوم هي نقطة ان يترشح شخص يحمل جنسيتين هي ابرز نقطة وكذلك من يحمل منصبا عسكريا يعني الخلاف يدور حول المشير خليفة حفتر وحول سيف الاسلام معمر الغذافي هناك تعطيل وارادة قوية من بعض الاطراف خاصة تيار الاسلام السياسي لتعطيل هذه المسألة مجلس النواب قبل ان يتغير او تتغير رئاسة المجلس الاعلى للدولة عن طريق اللجنتان المكلفتان من مجلس النواب ومجلس الدولة شبه يعني انهم وصلوا لحل وهو في المرحلة الثانية او الجولة الثانية تسقط يجب على الشخص المترشح ان يتنازل عن جنسيته فهذه هي ابرز النقاط نكاد ان نقول نقطة واحدة لذلك يحاول البعض تعطيل هذا القانون من اجل اقصاء اطراف بعينهم قبل ان تبدأ الانتخابات وهذا الامر لا يمكن ان يحدث يعني سوف تستمر عملية تعطيل الانتخابات بالاضافة الى ان هناك بعض الاطراف الموجودة في السلطة من كافة الاطراف السياسية لا تريد انتخابات سيد المريمي هل هناك مدى زمن محدد يمكن الحديث عنه للتوصل الى التفاهمات واذا تحقق ذلك ما هي الخطوات التي تلي ذلك هي والله حسب المدد الموضوعة يعني من مجلس النواب ومن مجلس الدولة من خلال حتى نزل 6 زي 6 انه حقيقة بنهاية اغسطس من المفترض ان ننتهي من القوانين الانتخابية يعني هكذا الامر يعني من المفترض ان يكون ولكن انت تعرف ان ليبيا يعني تمر يعني بازمة كبيرة وتعقيدات احيانا تساهم في عملية يعني مد المدة ما بعد اغسطس لكن حتى الان يعني حسب ما هو يعني يقوم به مجلس النواب والمجلس على الدولة لا بده ان ينتهوا من سياغة هذه القوانين لكن سيد المريمي وانهائها وحالدت هذا اذا جرت الامور بنهاية اغسطس ببساطة ومن دون اي عرقيل ومن دون اي ظروف جديدة الان هناك مستجدات هناك رئاسة جديدة للمجلس الاعلى للدولة هل ستشهد العلاقات بين المجلس الاعلى للدولة ومجلس النواب تقارب ام تباعد جديد خاصة ان الرئيس الجديد محمد تكالا هو بالاساس ونائبه يرفضان مخرجات لجنة 6 زايد 6 والله يعني حتى هذه اللحظة بالنسبة لمجلس النواب لازال يتعامل مع مؤسسة قائمة ولا يتعامل مع اشخاص يعني فعلا كان موجود خالد المشري على رئاسة المجلس الاعلى للدولة والان الاستاذ محمد تكالا فالامر يعني مازال مستمر كما هو عليه على احتبار ان مجلس النواب والمجلس الاعلى للدولة من خلال لجنة 6 زايد 6 تم الاتفاق على سياغة قانون الانتخاب الرئيس للدولة الليبية وقانون خاص بمجلس الامة وهناك بعض الملاحظات وهو الان مجلس النواب يناقش ذلك ويدرس ويضع توصياته للجنة 6 زايد 6 ومجلس الاعلى للدولة والمفضيل على الانتخابات حتى للعلم حتى المبعثية الانتحدة لديها بعض الملاحظات في كل الاحوال الامور تسير كما هو متفق عليه اما ماذا يفعل السيد محمد تكالا بعد رئاساته للمجلس الاعلى للدولة ننتظر ذلك بالنسبة لمجلس النواب حتى هذه اللحظة نزال على اتفاقه مع المجلس الاعلى للدولة لكن رفضه للمخرجات الجديدة بالمناقشة سيد المريمي اذهب بهذه النقطة الى دكتور سعد دكتور يعني مع هذه الرئاسة الجديدة ورفضها لمخرجات 6 زايد 6 هل من الممكن ان ينسف ذلك بكل ما تحقق من مناقشات بما يخص قانون الانتخابات يعني هل سيتم تستكمل كل خطوات لجنة زايد 6 ام نذهب الى او نعود الى المربع السفر نعم حتى لا نصطبق الاحداث ولكننا نقرأ او نتنبأ مما سيحدث من خلال قراءتي البسيطة ارى بان من اسباب سقوط السيد خالد المشري هو محاولته مع مجلس النواب لاجات قاعدة انتخابية وهذا لا يرضي الحكومة الموجودة في طرابلس فاستخدمت ووظفت وطوعت كافة الوسائل لسقاط خالد المشري داخل مجلس الدولة من بينها دعم تكالة الكثير من الاقويل تتردد دعم تكالة وقد استخدم المال السياسي من اجل سقاط خالد المشري الايام القليلة القادمة لن نتأخر كثيرا خلال اسبوع او عشرة ايام ستتضح وجهة او بوصلة رئاسة المجلس الاعلى للدولة اذا حاول ان يبدأ من جديد ونعود الى المرحلة الصفر فسنعاني كثيرا ولن نصل الى قاعدة انتخابية واذا ما كمؤسسة قائمة استكملت الخطوات التي كانت قبل ان يأتي السيد خالد او سيد محمد تكالة فسنصل الى الانتخابات لكن حسب اعتقادي وفي وجهة نظري وانا لا امل ذلك بان السيد محمد تكالة سيكون من الاشخاص المعرقلين والمعطلين للعملية السياسية القائمة في الوقت الحالي سيد عبد الكريم المريمي ما موقف مجلس النواب الان من الرئاسة الجديدة هناك بعض المحللين كانوا يتحدثون اذا ذهب خالد المشريسة يضعف موقف رئيس النواب مجلس النواب الليبي هل ما حقيقة ذلك وهل ترى اي مؤشرات على تدهور العلاقة مرة اخرى بين المجلسين لا لا يعني فخامة رئيس مجلس النواب ان يضعف موقفه لا لا يضعف موقف رئيس مجلس النواب رئيس مجلس النواب دائما موقفه قوي لانه يمثل الارادة الوطنية الحقيقية في ليبيا ذلك من خلال المواقف ومن خلال القرارات ومن خلال البيانات والتصريحات الواضحة وكذلك الاجراءات التي اتخذت في شأن الانتخابات او في شأن قوانين اخرى مصيرية لها علاقة بدولة ليبيا ولها علاقة بالمواطن الليبي اما فيما يخص يعني الموقف مجلس النواب كيف سيكون موقف مجلس النواب في النهاية هو لديه اختصاص يعني مجلس النواب لديه اختصاص من خلال الدستور سيمارس اختصاصاتها اذا ما لم يجد من يتعامل معه او يتعاون معه يظل هو الجسم السرعي المنتخب من الشعب الليبي وسيتحمل مسؤولياته ويقوم بما يجب القيام به في اتجاه ما يريده الشعب الليبي وهو الانتخابات طبعا بالدرجة الاولى وكذلك اصدار القوانين اللازمة التي يعني تقدم ليبيا في شتى الامور وفي شتى المجالات ولكنني انا اتوقع بان هناك يعني وطنيين موجودين في المجلس سرعي للدولة لا يشمحون بتخريب العملية السياسية التي وصلنا اليها ما وصلنا من اتفاق عملية اصدار قوانين ومن اجل اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا واذا حدث ذلك كما قال لك الدكتور سنرجع الى النقطة سفر وتتأخر الانتخابات ويصبح الامر ليس من مجلس النواب ولكنه من جهات اخرى ولكننا حتى هذه اللحظة نتوقع خيرا ويدنا لازالت مندودة الى المجلس الاعلى للدولة لنستمر في سياغة هذه القوانين والانتهاء منها وايحلتها للمفوضية العلية للانتخابات من اجل اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حسب ما هو مقرر لها خلال المدة القادمة ان شاء الله دكتور سعد هل وجود محمد تكالة الذي كما قلنا يحظى بدعم السيد عبد الحميد دبيبا الذي وظف كل ما يمكن حتى كما تفضلت المال السياسي لتعيينه على رأس مجلس الدولة الان لديه حليف في المجلس الاعلى للدولة ونعلم جيدا اهمية هذا الجسم في المشهد السياسي الليبي هل بوجود تكالة سيعزز منصب او يعزز ذلك في تمديد بقاء دبيبا في منصبه وايضا سعيد دبيبا الى تحقيق اهدافه بتوحيد السلطة التنفيذية والبقاء على رأسها هل هذه التخوفات مشروعة نعم استاذ سيهام مشروعة ومشروعة جدا سيد مبعوث او ممثل البحثة الاممية في ليبيا عبدالله بثلي تجاوز كافة اختصاصاته من مساعي حميدة واصبح جهارا نهارا صراحة وظن يرفض تفاهمات مجلس الدولة ومجلس النواب ويطالب باشراك الاطراف الاخرى الاطراف الاخرى هو يقصد الحكومة الحكومة الموجودة حاليا حكومة الوحدة الوطنية هي من ساهمت بشكل واضح ومباشر وفج في عدم وصولنا الى يوم 24 ديسمبر في عام 2021 لذلك يحسب لسيد عبد الحميد بيبة استمراره إلى غاية هذه اللحظة وظف كل الإمكانات المادية والعسكرية والعلاقات الدولية والإقليمية في إطار التمديد لحكومتها الرجل تخلى حتى عن شرف الوطنية وسلم مواطنا ليبيا إلى الحكومة الأمريكية الرجل يفعل أي شيء حتى يتمكن من الاستمرار في السلطة لذلك سنرى موقف السيد محمد تكالة وفي ليبيا يرىه لا يمكن الرهان على المواقف لأن المواقف مواقتها حتى وإن كان هناك علاقة وطيدة اليوم بين السيد تكالة والسيد البيبة ربما بعد شهر أو شهرين تنقلب الأمور وتتغير رأسا على عقب لأن التحالفات في ليبيا دائما مؤقتة ومفاجئة اليوم تتفاجأ بوجود رئيس المجلس الرئاسي في بنقازي يتفاهب مع الجيش الجيش قبل كان رافض في أمور تحدث في ليبيا بشكل مستمر ومتغير وبالتالي لا يمكن الرهان على تحالفات مستمرة تحالفات دائما مؤقتة وتنتهي بانتهاء مصلحة الطرف من طرف آخر لذلك سيد عبد الحميش في الوقت الحالي هو أكبر المستفيدين من سقوط السيد خالد المشري هو يراهن على ذلك منذ شهرين يراهن على يوم أمس منذ شهرين وبالتالي هو سيكون أكبر المستفيدين في تعطيل عملية الانتخابات لأنه يدرك تماما بأن الانتخابات ستؤدي به خارج السلطة السياسية أشكرك جزيل الشكر الدكتور سعد العكر أستاذ القانون الدولي كنت معنا من القاهرة وأشكر أيضا المستشار فتحي عبد الكريم المريمي المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب الليبي كنت معنا من بنغازي شكرا جزيلا لك سيدي حصتنا المغاربية متواصلة وفيها بعد الفاصل العلاقة بين الحكومة التونسية الجديدة واتحاد الشغل وفرص التوافق بشأن الملفات الخلافية